طيب الحاجة التالتة اللي بتكلم عليها النهاردة وهي مسابقة كأس الكؤوس الافريقية لكورة اليد والنادي الاهلي بمثل مصر في بطولة افريقيا المقامة في المغرب والنهاردة رجال يد الاهلي فازوا على فريق ريمة الناجيري في بطولة كأس الكؤوس الافريقية المباراة تهت النهاردة بتفوق الاهلي 46-26 وكان الشوت الاول انتهى بتفوق الاهلي 22-12 المباراة قيمت على صالة المسيرة بمدينة مكناس المغربية طيب المجموعة اللي فيها النادي الاهلي فاب الكاميروني ريدستارز الافواري سكوتو ريمة النايجيري ودي المجموعة اللي يواجه فيها الاهلي هؤلاء الفرق النهاردة فاز بأول مباراة على سكوتو ريمة النايجيري وعنده مباراة مع فاب الكاميروني وريدستار الافواري بقى ستة رجال يد الاهلي بتضم برئاسة طبعا الأستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي والجهاز الفني ياسر الرملي رئيس الجهاز والكابتن طارق محروسة المدير الفني وهاني النجدي مدير الفريق ومحمد عادل المدرب العام ومحمد مصطفى مدرب حراس المرمى وأحمد القط محلل الفني وتامر مينيسي مخطط أحمال والدكتور محمد إبراهيم طبيب ومصطفى نجيب أخصائي علاق طبيعي ومحمد شهير العطار مدلكا وإن شاء الله كل التوفيق لرجال يد الأهلي في كأس الكؤوس الأفريقية ويقدروا يعملوا نتيجة طيبة بإذن الله ويرجعوا بالكاس خلال الفترة اللي جاية دي كانت أبرز الحاجات النهاردة اللي مطروحة عبر السوشيال ميديا سواء مصابقة كأس مصر قرارات مركز التسوية والتحكيم المحكمة الرئيسية الدولية وكأس الكؤوس الأفريقية لأبطال النادي الأهلي لرجال كورت إليان